تربعت الفنانة كوكا على أدوار بطولة بإطلالتها المختلفة التي تميزت فيها بمنامحها الإفريقية وبشرتها السمراء مما جعلها أكثر جذباً فضلاً عن موهبتها الخاصة التي قدمت من خلالها شخصية واحدة بعدة أوجه وكأنها شخصيات جديدة في كل مرة وذلك بسبب تنوع اللمسات الفنية وبصمتها في كل عمل تقدمه الفنانة كوكا اسمها بالكامل ناجية إبراهيم دلال ولدت في القاهرة في يوم 7 مارس عام 1917 لأبد كان زابط في السودان وأم مصرية عيشت في مصر وتابعت تعليمها ودراستها بحرص حتى أتقنت اللغة الإنجليزية منذ صغرها تمتعت كوكا بموهبة وخبرة كبيرة وعشقها للسينما والفن دفعها للبحث عن فرصة بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في الأستجوهات كمونتيرة وهناك تعرفت على المخرج نيازي مصطفى وبدأت انطلاقتها وتمييزها الفني حيث جسدت دور البدوية في 16 فيلم سينمائي بسبب خبرتها الواسعة وموهبتها الكبيرة لأنها كانت تشعر بارتياح في تقديم هذا اللون حصلت كوكا على فرصة للوقوف أمام نجم الكوميديا في التلاتينات علي الكستار من خلال فيلم بواب العمارة ومع بداية الأربعينات انطلقت كوكا في عالم التمثيل وقدمت عدد من الأفلام والتي قامت فيها بدور المرأة البدوية منها فيلم ربحة أمام سراج مونير وعباس فارس وفيلم عنتر وعبلة ومغامرات عنتر وعبلة أمام سراج مونير ومع يحيى شهين قدمت عدة أفلام منها روية وسلطانة السحراء وليلة العمرية وعنتر بن شداد أمام فريد شوئي وبنت عنتر أمام أحمد مزهر وشكلت سنائيا ناجحا مع المخرج نيازي مصطفى وقدمت معه معظم أعمالها التي لم يتجاوز عددهم 30 عمل سينمائي وتلفزوني عرفت الفنانة كوكا الطريق إلى العالمية مبكرا خصوصا وأنها تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة وقدمت عدد من الأفلام منها دارك ساندس وجيريكو ولكنها لم تستطع الاستمرار خصوصا بعد وقاها في الحب وزواجها من المخرج نيازي مصطفى وعدم قدرتها على السفر خارج مصر لفترات طويلة وكانت بداية كوكا العالمية بعد حصولها على فرصة للمشاركة في المصرحية الكوميدية سندوق الدنيا والتي كانت بالفعل البوابة الرئيسية إلى العالمية في أثناء قيمها بأحد عروض المصرحية شاهدها مخرج إنجليزي شهير وقد طلبها للقيام بدور البطولة في الفيلم الإنجليزي أريحة أو تاجرة الملح وذلك عام 1937 وقد قام المخرج تورينوت فريلاند بالتسويق لها بكونها الفنانة الأفريقية وقد كتبت الكسين ونصح في وقتها فيلم إنجليزي من بطولة كوكا الأفريقية الأمر الذي زاد بشكل كبير من شعبيتها انتشر الفيلم حول العالم وكان إتقانها للغة الإنجليزية بمثابة مفاجأة للعالم الغربي لكونها عربية ومن بعد مشاركتها العالمية في هذا الفيلم زادت شهرة كوكا في العالم العربي وأصبح يعرض عليها الكثير من الأعمال السينمائية بعد قصة حب كبيرة تزوج المخرج نيازي مصطفى من حب حياته الفنانة كوكا وعيشوا معا حياة زوجية هادئة حتى تأكدت كوكا أنها لم تتمكن من الإنجاب بعد الذهاب للكثير من الأطباء وبعد فترة طلبت من زوجها أن يتزوج سيدة غيرها ليتمكن من الإنجاب والحصول على طفل في البداية رفض نيازي مصطفى هذه الفكرة وطلب منها التراجع عن هذا الرأي ولكن بعد ذلك أعلن المخرج الكبير زواجه من الفنانة نعمة مختار وظل معها لوقت قصير ثم عاد مرة أخرى لزوجته الأولى كوكا والتي وصفها بأنها حب حياته وأنه لا يمكنه العيش بدونها حتى من أجل الإنجاب وكانت هذه من أشهر قصص الحب الموجودة في الوسط الفني عند استعداد الفنانة كوكا لتصوير فيلم عنطر وعبلة لاحظ زوجها نيازي مصطفى زيادة وزنها وطلب منها إنقاص وزنها باتباع رجيم قاسي ولكنها لم تحتمل الحرمان من الأكل وهو ما دفع نيازي مصطفى لتنفيذ خدع تدفعها للرجيم حيث اتفق مع إحدى المجلات الفكاهية الواسعة لنشر نكات تصخر من سمنة وزيادة وزن كوكا وبالفعل استمر نشر النكات استاخرة من سمنة كوكا حتى انتشرت بين الجمهور وهو ما دفعها للحفاظ على وزنها وبمجرد انتهاء تصوير الفيلم اكتشفت أن نيازي مصطفى كان وراء تلك الحملة ضدها لتحافظ على رشاقتها على الرغم من موهبة الفنانة كوكا الكبيرة وملامح الجذابة لم تتمكن الفنانة الراحلة من تقديم الكثير من الأعمال منهم أربع أفلام قامت فيهم بدور عبلة فكان يطلق عليها المنتجين دائما لقب الفنانة التي رحلت مبكرا فمع قصة زواجها وبعدها عن الفن لفترة طويلة لم تشبع كوكا موهبتها الفنية بتقديم الكثير من الأعمال وزاد الأمر سوء بعد علمها بإصابتها بالسرطان والذي عانت منه لفترة طويلة حتى وافتها المنية في يوم 29 يناير من عام 1979 وظل زوجها نيازي مصطفى معها حتى النهاية ليلحق بها بعد سبع سنوات عندما عصر على جثته مخنوقا ولم يعرف القاتل حتى الآن وكان آخر الأعمال التي قدمتها كوكا للسينما المصرية هو الفيلم الشهير أونكل زيزو حبيبي للفنان محمد صبحي ترجمة نانسي قنقر